الحب كله في زعادة لغاني الحب كله دي المقدمة الموسيقية الوحدها لما تقعد تسمحها شيء مولشد أنا كلما أسمحها أقول ما هذا بشرة يعني العمل ده لا يمكن يكون بشرة تعرفت صوفية ليهم مطلح بطيف جدا يقولك الفنان ده منفوح منفوح ده يعني نتحق إلهية منفوح فبليغ ده منفوح الحقيقة في حاجات أنت لا تفسر إلا أنت نتحق إلهية الحقيقة الكلام عن بليغ طول بس أنا عايز أقف عندي حاجات جديدة يعني بليغ طبعا أتقال فيه كلام كثير بس فيه حاجات جديدة الحقيقة أعيزك تتبنىها معايا أولا فيه لحن جديد لبليغ لحن جديد لحن جديد لبليغ حمدي عن حرب أكتوبر أسرة بليغ حمدي لقيته الموانس ويسا ما فهمي كان كلمني قال إن إحنا لقينا هذا اللحن 12 دقيقة لحن جديد لبليغ حمدي وقال لي ليه على صوت على الحجار فكلمت الأستاذ على الحجار الأستاذ على الحجار قال لي أنا اللحن ده بتاعي من قبل ما أسمعه فهو بليغ عامله على العود وهو محتاج توزيع موسيقي وهو اللي غنيه عن حرب أكتوبر فأنا يعني حياة من خلالك نناشد الأستاذ على الحجار صوت مصر وقال مطرب الكتير طبعا بسينا نسمع هذا اللحن فيه بطوبر الجاي بزبط لحن جاي ما تسمع وفيه حدث تسمو لحن جديد لبليغ حمدي عن حرب أكتوبر أظن مصر كلها هتوا تسمعون يعني الضقم يعني فأرجو أن أنت تتبنى معايا لهذه المناترات يعني المسألة مفاجأة صار سعيدة إلى أبعد الحدود إن إحنا هنسمع حاجة لبليغ لم نسمعها قبل كده على الإطلاق أنا أسمعتها على العود بشكل شخصي وبعدتها للأستاذ علي والسعيد بيها جدا قال لي أحن عظيم جدا هو محتاج توزيع موسيقي ومحتاج شوية تصبطات في الكلام حاجات كده فأنا أتمنى يعني باسمك وباسم كل المشاهدين البشقونة أن نقول للأستاذ الحكار نفسنا نسمع هذا اللحن في ذكرى أكتوبر القادم ياريت فاكتفنت أكتوبر اللي جاي نعمل كده وهو الأستاذ علي كمان عنده استوديو وعنده علي الحكار حاجة مهمة يعني فيقدر يعمل هذا اللحن في أكتوبر الجاولة وعايت مساعدة أن أتمنى يعني كل الجهات تساعدوا عشان صدور أو صدور هذا اللحن فضل بليغ بحجم عبقريته اللي فعلا محدش يعرف أنه يشكك فيها